إذن عطل فني أحدث فوضى عالمية طالت قطاعات عديدة في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية شركة الطيران التركية وسائل الإعلام بنوك أيضا وطلبت هيئة الطيران الأمريكية من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلال تقني بالحواسيب بدورهم أبلغ مستخدم مايكروسوفت في جميع أنحاء العالم عن انقطاع الخدمة على نطاق واسع أفادت وسائل الإعلام أسترالية أن شركات طيران ومقدمي خدمة الاتصالات والبنوك ووسائل الإعلام تعطرت بسبب فقدان الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر كما قالت بعض البنوك النيوزيلندية أنها غير متصلة بالإنترنت أيضا ولم يكن السبب وحجم الانقطاع واضحا هذا وسجل موقع داون ديتكتور الذي يرصد عمل الإنترنت انقطاعات متزايدة في الخدمات في شركات فيزا اي دي تي سيكورتي امازون شركات الطيران بما في ذلك دلتا امريكا ايرلاينز مطار برلين أيضا أعلن الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينيتش قالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم أنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز تسجيل وصول الركاب إصدار التذاكر بسبب خلال فني عالمي أعلنت أيضا مطارات لندن عن تأخير في الرحلات زاد على القائمة مطارات أيضا شرق أوسطية كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل انضمت بورصة لندن إلى البنوك وشركات الطيران التي أعلنت عن الخلل التقني وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديث في بريطانيا عن وجود مشاكل فنية واسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ل epoョية كنية واسعة